موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكم الفشل الخيبين اللي اغلب كلامهم بيركز دايما على دور مصر ودور السعودية التقامري على الشعب السوري ما بين قسين معتبرين ان مصر والسعودية والعرب اجمالا خضعوا الايران لانهم سعوا لاعادة سوريا للجامعة العربية يعني انت تسيب ارضك يعيث فيها الايراني فسادا وتهجر للغرب وتاخد جنسيته والمسلحين منكم رهنوا قرارهم للتركي اللي اعادهم في الشمال وخلاهم يوقفوا عمالهم العسكري ضد الايراني اللي تورل في سوريا بالاتفاق مع التركي وبعد دا كله البعض لسه لو عين يعلق خبته واخطاءه وتخازلاته على غيره شيء غريب والله عشان كده موضوع عودة سوريا للجامعة العربية اصبح شماعة للفشلة مين هم الفشلة دول حنتعرف عليهم بعد شوية مش بس كده على فكرة دول كمان اعتبروا انتصار ايراني مؤذر على العرب باعتبر ان العرب قال ايه فشلوا في طرد ايران من العواصم العربية اللي بتحتلها ايران والسعودية بالذات هي اللي تسببت في سيطرة الحوث الايراني في اليمن وطالب واحد منهم واستطرحب من الكل طالب بان تكون اليمن دي عبارة عن منصة لقصف السعودية والامارات عشان ايه بيقولك عشان نهزم المشروع الايراني الكلام ده مش هزار وبتكمن خطورته في الفكرة اللي وضعه وده اللي هنوضحه النهاردة خلونا موضوعيين ونسأل نفسنا هل العرب فشلوا في اخراج ايران من العواصم العربية اللي بتحتلها وهل العرب وتحديدا الدول المحورية زي السعودية ومصر خضعوا للارادة الايرانية ما بين قسين هنجاوب على التساؤلات دي دلوقتي حالا بس ده ما يمنعش ابدا ان نفكر حضرتك انك من فضلك ما تنساش تعمل لايك وتحاول تشارك المقطع مع المهتمين بموضوع الحلقة بمجرد الاعلان عن عودة سوريا للجامعة العربية وجد بعض من يعتبرون انفسهم اوصياء على الشعب السوري باسم الثورة على نظام الطاغية بشار وجد شماعة جديدة يحطوا عليها خباتهم وتأمرهم على نفسهم وعلى الشعب السوري المساحة دي مجرد نموذج مش اكتر مساحة بيقودها وبيتكلم فيها مدعي الثورة ومعهم مدعي كراهية ايران من الدول اللي بتعاني من احتلال ونفوذ ايران واللي اغلبهم قاعدين في اوروبا وفي امريكا مساحة على تويتر بيتكلموا فيها عن الخزلان والتقامر العربي عليهم وان العرب هم اللي سلموا سوريا لايران يا حبيبي ما هو فيه على الارض السورية مقاتلين اسمهم الجيش الوطن محصورين في الشمال بأوامر من اردوان المقاتلين دول بقى فينهم يا حبيبي ليه مش بيمارسوا اي عمل ضد التواجد الايراني ما تجاوبش ما نعرف الاجابة الاجابة هي ان المعارضة المسلحة او ما تبقى منها واللي كانت على اساس انها التحرير الشعب السوري من حكم الطارية بشار اصبحت دلوقتي وانا اسف في الكلمة اصبحت اشبه بالمرتزقة المرتهنة لأوامر المشغل التوركي المشغل التوركي اللي بدل ما يبعتهم يقاوموا الميليشيات الايرانية في ارضهم وبلدهم سوريا لا ده بعتهم على ليبيا وبعتهم على ازربيجان علشان يحققوا له وهدفه هو البقية بقى خلاهم بيتنطحوا مع الميليشيات الكردية في سوريا برضو لمصلحته فتقم انت تسيب نفسك وتسيب دول وعايز العرب هم اللي يحاربوا لك ايران ويطلقوها من بلدك يلا قاعدني في اوروبا وامريكا طب بالله عليكم ده منطق ناس عقلين وفي نفس المساحة سمحوا لده اللي اسمه حاتم وهو يمني حوثي بيدعي ان هو سنية سمحوا له ويتكلم براحته ويقول ان السعودية والامارات هم اللي مكنوا الحوثي وهم اللي اجهدوا ما يسمى الثورة اليمنية وقال انه علشان نتحرر من ايران بيقترح الاخ ده ان الثوار العرب السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنانيين اللي عايزين يتخلصوا من الاحتلال الايراني في بلادهم انهم يستعملوا اليمن كمنصة لقصف السعودية والامارات بالمسيرات بحسب رأيه انه كده هيقدروا يتخلصوا من الاحتلال الايراني في بلادهم على أساس أن السعودية والإمارات هم اللي مكينوا الإيرانيين في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان كلامه طبعا ما لقاش أي حد عائل يرد عليه من السادة السوريين اللي بيديروا المساحة ممكن كان عجبهم الكلام سمحولوا أنه يقول الكلام ده برحته مع أن الحساب ده معروف أنه واحد حوثي متخفي بيدعي أنه سني ضد إيران واسبكم من العبط اللي في كلامه لأنه الخطورة مش في حرفية الكلام لا الخطورة هي في الفكرة ذات نفسها ده بيفكرنا بفكرة أنه عشان تحرر فلسطين من الصهاينة فلازم نهجم الأول على الأردن والسعودية ومصر والكويت أكيد أنتوا فاكرين الموضوع ده والفكرة اللي تسببت في تراجعات خطيرة جدا في القضية الفلسطينية دلوقتي حيبدأوا يرواجوا لفكرة أنه دول عربية معينة هي سبب احتلال إيران لبلادهم ولكم أن تتخيلوا بقية الفيلم الهندي بقى ببساطة حيسيبوا بلادهم في إدين الإيرانيين ويعودوا يشتموا ويسبوا ويعتدوا على العرب مهزلة والله وأي مهزلة يا سادة أي احتلال على أي أرض مش بيخرج منه غير بقى دين أهل الأرض دي أنت اللي بتعاني من الاحتلال الإيراني لبلدك أصلا ما كان ليكون هذا الاحتلال لو لا تخذلك ووجود بيئة حاضنة لهذا الاحتلال وبالتالي المشكلة عندك أنت في الأول شد حيلك واعمل حاجة على أرض بلدك ضد إيران ووجع إيران وأزنابها في بلدك واشتغل ضدهم مش ضد إخواتك العرب ولما تعمل كده وتلاقينا مش وقفين معاك ساعتها يا سيد اشتم فينا للصبح ولا أنت بس فالح تقدم لجوء في أوروبا وفي أمريكا وانت من هناك بقى تقعد تولول على بلدك وعلى وجود إيران فيها وتقعد تلوم في غيرك ده مش منطق على فكرة يا رئيس إيران مستحيل إن هي تتمكن من أي بلد من غير وجود خيانات وخيبات وبيئات حضنة لها لذلك اللي قاعدين بيلوموا مصر والسعودية وبيتهموهم بالخنوع والخضوع لإيران أنا بقولهم للسعودية ومصر وأغلب العرب وقفوا معاكم بما يكفي ولسه واقفين بس انت ما بتعملش حاجة على أرض بلدك تخلي السعودية أو مصر تعتمد على عملك ده كورق الضغط يساوموا بيها نظام بشار أو إيران انت المتخازل متأخذنيش ولا حد حيحرق جيشه علشان يحارب إيران علشانك انت احنا بنحارب إيران علشان نفسنا الأول وده حصل لما المصريين رفضوا التقارب مع إيران ورفضوا إنشاء ميليشيات إيرانية في بلدهم لصالح جماعة الإخوان وعلشان كده وعلشان حاجات تانية الشعب ثار على الإخوان لأننا عارفين أن إيران هي الكلمة المغطفة للخراب وتعالى فكرت بالبحرين البحرين لما كانت حتتخطف لصالح إيران السعودية حامتها وقوات درع الجزيرة عملت اللازم ليه الموضوع نجح في البحرين؟ لأن البحرين قيادة وشعبا بيرفضوا إيران بينما عندك يا حبيب انت ساكت على التوغل والتغول الإيراني في بلدك من سنين طويلة وأحيانا كان على قلبك زي العسل وماتين كيرش تقوم دلوقتي عايز غيرك يعمل الشيء اللي انت المفروض تعمله فعلا منطق عجيب معلش يمكن أكون انفعلت واستعملت مصطلحات ربما تكون قاسية شوية لذلك بعتزة ويعلم الله اني عارف حجم المعاناة اللي بيواجهها أخوات العرب في الدول اللي تحت الاحتلال أو النفوذ الإيراني ووالله اني مقدر تضحياتهم ولكن لأسف جدا اسمحوا لي أقولكم العلة عندكم ولولا انكم تخازلتم ضد النفوذ الإيراني في بلدكم ما كانتش الأمور حتوصل لللي وصلت له دلوقتي إيران انتصرت عليكم انتو مش عالين احنا بلدنا في أمان وعصية على إيران واللي انت شايفه من تحركات عربية انت ممتعد منها دي مجرد محاولات لإصلاح الكوارث اللي تسبب بعضكم فيها محاولات الوضع قدم للعرب في سوريا لمزحمة إيران فبلاش خطابات حنجورية وخليكم عقلين وموضوعيين لا يمكن في الوضع الحالي اللي انتو تسببتو فيه غير إن العرب يكلوهم وجود في سوريا يقدروا منخلاله يعملوا حاجة يعملوا حاجة بعد سنين طويلة من مرهنتكم على التركي فنقطونا بسكاتكم أحسن واسيبوا المجال دا للعقلاء منكم اللي برضو موجودين بالمناسبة على السوشيال ميديا وعلى الإعلام واللي كلامهم موزون جدا وبيرحب بالخطوة العربية باتجاه سوريا لوضع قدم للعرب في سوريا ومزحمة النفوذ الإيراني من أجل طرده مستقبلا بس خلي بالك ده في الأول وفي الآخر بيعتمد على أهل البلد ذات نفسهم قبل أي حد تاني وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة